خلصنا منكون خلونا نروح للناس اللي بهمونا ناس اللي بيستاهلوا أصلا أن نناقش أفكارهم السبب الأول لهذا الشعور بالغربة عن الخطاب هو أولا أنه هون اعتادوا أنه بالنسبة لهم أنه الملتجة والأمل والملاذ هو سماحت السيد ودائما صورة البطل ترتبط بالذهم وباللاوعي بالقدرة على المعجزات مش على العقلانية لا ترتبط بالعقلانية الأبطال ما لهم مؤسسة عقل تقدر ما يمكن وما لا يمكن أن يفعلوه فإذا كنت تشعر وأنت ترى مشهد غزة بأنه هاي شو بدها هاي بدها هيك صاروخ من عزيم قلبه واحد يكبوا الزر يشلوا أربعمائة خمسمائة بناي ضربي وحدي ويقتلوا أربع خمس تلاف إسرائيلي يشفي لنا غليلنا بقى مين سمحت السيد هاي دي بدها هاي دي بدها هاي دي بدها هاي دي بدها كل ما في الخيال من وحي الذي يجري من الدماء التي يراها من هول المجازر التي يراها رصدوا طوال 28 يوم 27 يوم بخانة المتوقع من السيد هاي مفهوم البطل وهو ينظر إليه كبطل وهو لا يرى سواه في الساحة وهو لا يثق بأحد لا من الحكام ولا من الحكومات ولا من الملوك ولا من الرؤسة ولا حتى من التنظيمات ولا سواها هذا كان متأمل بحدود ما ينظر هو لما يتوقعه من البطل اتنين تاريخ العلاقة مع السيد رجعوا تذكروا بمحطات أقل خطورة من هاي وأقل مصيرية من هاي أنه كل خطباته كانت مرتبطة برسم معادلات إن قصفوا مرفأنا سنقصف مرفأهم إن كذا إن كذا انتهى زمن أنه صواريخنا تخربش عطان هالمرة بتنزلوا بناية من نزل بناية بتقتلوا ألف من قتل ألف فإذن وعي الناس مش لا وعيها في قانون إلو علاءة بظهور السيد في مقاربة أحداث كبرى أقل من هذه وغاب ثلاث أسابيع فإذن عندما قرر الظهور المفروض هذه المرة ينطبق على ظهوره القانون الذي ترسمل وترسخ في ذاكرتهم بدون انتباه لكنه أدى إلى توقعات شو بدي يطلع يقول السيد ما هو ما طلع هالمرة أرد يطلع فإذن بدي يطلع يحط المعادلات المعادلات إما أنه هو يقعد بدي يقول أنظروا إليها إما بدي يقول خلال مهلا كذا وقف إطلاق النار إما بدي يعلن أنه نحن بدأنا والآن إلى الحرب المفتوحة وعلى إسرائيل أن تتلقى تداعيات هذا القرار الذي اتخذته ما لم تقم بوقف العدوان طيب وبالتالي منطقي هول أنه لا يقدروا يستوعبوا تبهوا في فرق بين أنه هني معترضين وأنه عم يعبروا ألا عن النقاش الداخلي يعني هون ما طلعوا من عباية السيد بس هول ما استوعبوا بعد الجديد في خطاب السيد والجديد ثقافي والجديد فكري واجباتنا نحن لهول إذن منطلقاتهم هي منطلقات شريفة وهي منطلقات حميدة هول ما بينرد عليهم بالانفعال هول ما بينرد عليهم بالتخوين هول ما بينرد عليهم بأنه اجري السيد فوق رأبتك هول ما بينرد عليهم بأنه مين أنت وليلا حتى بدك تناقش تسيد هول ما بينرد عليهم بأنه نحن عم نقدم دم انتوا مين مين انت ومين هني ما انتوا هني واحد يعني بالنهاية انه حزب الله شهدائه هم أبناء هذا الشعب العربي مش بس اللبناني وبالتالي هؤلاء الذين يعني منهم يأتي الشهداء منهم تأتي هذه الأصوات هو أهلنا وناسنا اللي قاعد بالأدس واللي قاعد بالضفة واللي قاعد بغزة واللي قاعد بالأردن واللي قاعد بمصر ومحدد حاله وبتونس وبالمغرب وبالمقتربات وإله سنين سنين بخوض معارك دفاعا عن موقف السيد والمقاومة ومين ما بيطلع بوجه بيواجه وبقاتل وبدافع هلأ بدي ايجي أنا بيعه بدي أقول له ممنوع انت تناقش والله مهمتي ناقشه مهمتي أن أقدم له لأنه هو في لحظة انكار أمام معادلة صادمة وكانت عنده توقعات مبنية هو توقعاته الطبيعية توقعاته هي الطبيعية لأنه هي التي تنسجم مع السياقات التي اعتادها هلأ إيجا السيد يقول لا تغيرت العادات طيب عظيم اعطوه للناس فرصة إذن أن تتكبل أن هناك تغييرا تعالى نشرح للناس هلأ نحن بما علينا فيما قبل عملناه بالشرح الاستباقي لكن حجم الانتباه للنقاش بعد أن قال السيد ما قال أعلى بمراتب وبأضعاف يعني حجم اللي كانوا عم يسمعوا وعم يفهموا وعم ينتبهوا للأفكار اللي عم نقولها في التمهيد لآلية تعامل المقاومة سواء يعني عم نحكي عن المحور أو عن حزب الله كانت شيء وهي الآن الجهوزية للاستماع للتفاعل أعلى بكثير وأعلى بمراتب بسبب هذا التوتر الذي خلقه الجدال الآتي من أنا بعتلي اثنين ثلاثة على الأقل أنه نحن بكل نقاشاتنا يعني بقرالكم واحد والله العظيم هو مستح بالأول سألني الأسئلة بعدين أنا ما جوابت رجع سألني قال لي لا تكون زعلت مني أستاذ أنا والله عم بتواجه بسيل من الكلام بدي يعرف شو رد أنا مش مقتنع باللي قاله السيد بس أنا ما فيني انتقدوا قدام الناس بدي دافع عنه عم دافع ما عندي سلاح فأنا بعد تقول له لأقول إن شاء الله يكون عم يحفظ معنا لأقول له هاي دعوة أنا ناط بس الليلة الحلقة كلها عن الموضوع لذلك أنا ما بدي يعني استبق النقاش معك تعحضرنا وإذا ما قدرت يعني شوفنا على اليوتيوب لأنه مخصصة لمناقشة هذه النقاط وأنا برأيي هولي كثر هما سمعنا صوتهم بالانتقادات العلنية نقاش داخلي يدور في دواخلهم ليش بدنا نخليه داخلي نحن بدنا نقدم لهم الأجول هون بدنا ننتقل إذن إلى القسم الثاني من الحلقة في هذا القسم عندي محورين محور أول ماذا لو ماذا لو فعل السيد ما كان متوقعا شو السيناريو اللي كانت تروح نحو الأمور وماذا سيحدث مع السيناريو الذي اقترحه السيد ولم يفصله ونحن سنفصل فيه شو السيناريو الأول السيناريو الأول خلاصكم مش مهم كيف بيبلش يعطي مهلة أو هذا أنه بدها تبلش الصواريخ تنزل على إسرائيل هذا هو السيناريو الأول حتى ما ما نلف وندور ع بعض لأنه الانخراط في الحرب قائم والمشاركة قائمة والجبهة مشتعلة والشهداء يرتقون كل يوم بالثلاثة وبالأربعة ومرات بالخمسة وبالستة ومرات بالسبعة والثمانية فبالتالي هم لا يناقشون يعني ليس النقاش حتى ما نقولهم ليس النقاش هو على مبدأ الانخراط ومبدأ التضحية ومبدأ التحمل ومبدأ الشراكة في الدم لا النقاش هو على هذا النوع من المشاركة أي الانتقال إلى الحرب المفتوحة سواء بلشت بصاروخ عتل أبيب أو بلشت بالآخر هي الحرب المفتوحة طيب ذهبنا إلى الحرب المفتوحة 24-48 ساعة وإذ نحن في قلب الحرب المفتوحة ما الذي سيحدث عنده هل رح يطلع الإسرائيلي ويقول أوقفنا إطلاق النار على غزة وإطضينا الهزيمة وخلاص مش الحال يا شباب ولا تأخذونا ولا غلطنا ما كنا عاملين حساب البطل جاي بده يفوت على المعركة فنحن يعني تسرعنا حدا عنده هذا الوهم أكيد لا إذن ستستمر المذبحة على غزة وهي بالأصل مشان تكونوا بالصورة هي لا تستهلك من سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 10% من قدراته هو قوته البرية مركز جزء أساسي منها تلتة وشوي يعني 40% منها على غزة لأنه متوهم وأجبر نفسه وحط سقف هو والأمريكي اسمه الاجتياح البري لكن مساحة غزة ما بتحتمل أصلا ما بتحتمل أصلا أكثر من 12 لـ 18 طائرة هذا إذا بدهم يدعزوها مثل المكانة الخياطة وسائر القوة النارية وسلاح الجو هني بيعتبروه فائد قوة معطل الآن لأنه هو مخصص لجبهات أوسع بكثير لبنان إذا بدهم يقصبوا فيه على مدار الساعة بدهم 40% من سلاح الجو وبيبقى عندهم 50% قادرين يروحوا بسلاح الجو على سوريا وعلى غيرها على العراق على سبيل المثال الذي سيحدث هو أن فائد القوة غير المحرر لدى الإسرائيلي واللي مكبل الآن ما له وظيفة لأنه مش رح يعمل بر أبدا هو مع غزة ما عم فيه يعمل بر بده يعمل بر مع لبنان وبده يعمل بر مع سوريا ومع العراق عبر الأردن مثلا شو بده يعمل هو بده يطلق هالفائد القوة المقيد لديه المغلول لإسمه سلاح الجو بقدرته التدميرية بده يبلش يخرط بالضاحية ببيروت بسور بالنبطية بالشام أكيد أول شي الشام ببغداد بمواقع البيئة الشعبية الحاضنة للحشد الشعبي ومؤيديه وقوى المقاومة في العراق معنا مشكل نتشاركه في الدماء لكن الهدف اللي هو وقف العدوان على غزة لن يتحقق بده يصير جزء من الحرب المفتوحة وبالتالي سيستمر القتل لكن مع مشاهد أخرى مشابهة تطالوا ساحات أخرى هذا يمكن بيخلق عزاء أنه عند أهل غزة أو عند هذا أنه لستم وحدكم نحن نشارككم ذات المقتلة يعني عزاء بالسلبية مش بالإيجابية مش بأنه نحن ننصركم لا نحن نموت مثلكم وبالمقابل أنتم تألمون وهم يألمون يعني الإسرائيلي أيضا يتألم ويقتل له وتدمر بناه وتهدم مطاراته عظيم إذن داء الإسرائيلي في هذه الحالة طبعا الأمريكي مضطر أنه يسند لأنه ما منبقى فيه شيء تاني ونذهب إلى مواجهة ما حدا فيه يعرف وين بترسي لأنه ستكون معركة مطحنة كبرى أنا شخصيا واثق من أن هزيمة إسرائيل فيها مؤكدة لكن في ظل الوجود الأمريكي ستكون أطول ستكون أقسى ستكون كلفتها أعلى سيكون مداها أبعد وبرأيي واضح أن عواصم محور المقاومة ما عم بيحكي على قوى وحركات محور المقاومة عم بيحكي على دمشق وعلى بغداد وعلى طهران ليست جاهزة بعد للتعامل مع تبعاتها وتداعياتها كدول مدنية عم بيحكي كمجتمعات كبيئات سياسية شعبية كقدرة على تحمل تداعيات معركة بهذا الحجم طيب بالسياسي شو رح يسي يعني هذا هون ما بيّن معنا في مرابح كبرى أنه عملنا توازن بالدم وبالنار لكن ما في مرابح سيكون الحديث عن وقف إطلاق نار روسي صيني هذا مقبولا في مثل هذه الحالة عند الجميع لأن الحرب مكلفة على كل الضفاف وبالتالي رسميلا الدعوة إلى مؤتمر دولي من أجل مناقشة القضية الفلسطينية وهذا منفاوضات إلى مفاوضات وكل عمره الإسرائيلي بهذهك أزمات بيطلع مثل بعد السبعة وستين وبعد الثلاثة وسبعين لما ربحوا لما خسر ما مانع بي مفاوضات على أساس القرارات الدولية وعرف يتعامل معها ويطلع منها كلما بردت حرارة الأحداث وأنا شخصيا أقول وما حدا يفهم كلامي خطأ قد يكون قد يكون هذا أهم مخرج لنتنياهو من الأزمة مش لا إسرائيل لنتنياهو لأنه بيصير مصيره مربوط مع مصير إسرائيل ما بيعود في إمكانية لحل لأزمة الكيان على حساب نتنياهو هذا سيناريو اللي عنده تصور لهذا السيناريو أنه بيروح لمحل تاني آخر رح تخرج إسرائيل هيكل عظمي مدمر من هذه الحرب صحيح سيكون إعادة ترميمها أصعب مليون مرة من إعادة ترميم أوضاع بلدان الهجرة المعاكسة منها ستكون هي السنة الطبيعية قرب أجلها ونهاياتها سيختصر سنوات لكن هذا سيكون خاتمته هو صيغة لوقف إطلاق نار ولمفاوضات كم حطة سيناريو في كتير من الكلفة لكن نهايته مش عطلة يعني نهايته فيها تهشيم للكيان وإضعاف لمكانته وووو لكن بالمقابل هذا الشارع العربي الذي خرج إلى جانب غزة سنخسره لأنه خلينا نتفق من ردود الأفعال على خطاب السيد لازم ننتبه كتير ننتبه أنه ما رأيناه من تحول في الشارع العربي كان مجرد قشرة يعني الهتاف يا نصر الله ويا حبيب أضرب أضرب تل أبيب لم يحفر عميقا في الوعي هو في القشرة لأنه أمام أي اهتزاز إذا بكرة صارت الحرب عنوانها إسرائيل إيران محور المقاومة وغزة جزء من هذه الحرب رح يطلع الحديث في إعلام هون عم يشتغل مش طيبة الناس اللي عم تشتغل في مكينات إعلامية جاهزة بوسائل التواصل ومن شخصيات مظهرها طيب ولها مكانتها ولها احترامها وكذا أنه يجري استغلال غزة أنه غزة استعملوها ورأة في المشروع الإيراني أنه كان العرب جاهزون لك خلصنا اتفاق على وقف إطلاق النار إيجا السيد خربها خربها لأن الإيرانيين طلبوا منه كان ما بدوا يفوت جبروا لأنه مصلحة إيران ما توقف بغزة فوتوا المنطقة كلها بحرب لأنهم يريدون إيران شريك في أي حل للقضية الفلسطينية بينما كان الدبلوماسية العربية الهادئة والحكمة العربية والذكاء العربي قد نجح باحتواء الأمريكي وبإنزال نتنياهو عن الشجرة وعلى لحظة كانت وقف عشر دقائية لو بيأخر السيد خطابه للساعة أربعة ثلاثة ونص كان سيعلن وقت إطلاق النار أم خرب السيد وهذا سينشر ويقبأ والعرب كانوا عاملين كل شغلهم وبعضهم بيئن لك كان بدوا يسكر السفارات وبعضهم بيئن لك كان بدوا يغلق قناة السويس كل اللي عم منطالبهم فيها وبدي يفتح معبر رفح لكن خربها خربها شو أنا أعمل لذلك بما أنه خربها فنحن معاش خصنا خلي إيران اللي حطت ودأت إيدا على صدرها هي والسيد نصر الله أنه عندهم يشرفوا يفرجونا كيف بدنا يحلوها نحن كنا عم منحلة لما كانوا قاعدين عقلين كنا عم منحلة وكنا راح نخلصها خربوها طيب يشرفوا هلأ هن يتحملوها وغزة إذا بتظل اللاحي فيه هون الله لا يرد بيكون عم تدفع ثمن ولاءة لإيران ولو محور إيران ورايح على التشيع وتاركي أهل السنة ومنرجع لذات الخطاب المذهبي في الشارع الغربي بدي يكون الواحد منصف وصادق لما بدي يقيم ما يحدا يجي يخبرنا أنه إذا صار عنوان الحرب إيران ومحور المقامة لأنه تقول محور المقامة عم تقول إيران حزو الله في مواجهة إسرائيل وأمريكا لأنه أمريكان سيدخلون إذا أصبحت إسرائيل في خطر وإسرائيل ستصبح في خطر من الأيام الأولى من أول 48 ساعة رح تتهدم كل هياكل وبنى العنجهية الإسرائيلية والقوة الإسرائيلية ما عم ندفع ثمن غالي صحيح لكن سيحدث هذا الأمريكي اللي جاي على المنطقة وعامل كلها التعب أو كلها الحشد وكلها الحضور السياسي والسقوف الإعلامية ما فيه يزمع من التدخل رح يضطر يتدخل طيب يعني رح يبلش يندفع أثمان السؤال هنا إسرائيل في خطر أو غزة تذبح هؤل الشعارين مفعولون بالرأي العام الغربي واحد تبقى الناس بتطلع مع غزة وبتقول أنه يعني ما فيه حدا بهمه أن إسرائيل في خطر وأنه معركة إسرائيل مع حزب الله ومحور المقامة لا تعدل نسبة سبعين لثمانين بالمئة من اتجاهات الكتل التي استنهضتها فلسطين الآن في الشارح الغربي طيب فإذن النتيجة ستكون خسارة سياسية لأنه عندما تخسر الشارعين العربي والغربي فأنت تخسر سياسيا ونصف ربح عسكري بعتقد هذا تشخيص منصف نصف ربح عسكري وخسارة سياسية